اهلا وسهلا بكم قبل فترة طرحنا مشكلة مستشفى النقاها والموقع السيء واليوم نعاود طرح القضية علىها تجد صدى خاصة بعد تعيين الدكتور محمد الهيازع وزير الصحة الجديد لقضية القضية اليوم نطرحها بعد أن نلتقينا مع النزلاء في هذا المستشفى دعونا نستمع لهم في هذا التقرير وبعد نعود للنقاش في تغريدة تناقلها المستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي تويتر لأحد نزلاء مستشفى النقاها بالرياض يطالب فيها المستخدمون زيارة المستشفى والوقوف على ما يعانونه داخل المستشفى من عدم الاهتمام وأن لا مبادل ضافر الشهراني سفير الأمل كما لقب نفسه قد منع من الحديث وهدد بالطرد من المستشفى بعد استجابة عدد من الإعلاميين لدعوته ولكنه أصر أن يتحدث وأن يكون سفيراً لمن يعانون داخل هذا المستشفى فكان حديثه لياهلا والله العظيم أني خايف متأكد 95% بلتصريح هذا وكلامي تلقى كرشيه يعرفت السريل حقي عند شارته في الوا واللي سملت من سبق واحد قام يتكلم وطالب هنا قلوه على طول وتصال جاي ذاني يوم يعني اللي يقول لي عادي تكتب عادي تكلم تعرف الناس واج يجيب الناس حتى أنا سعود يجيوك يا ولد أنت أحسن لك خليك معاه وخليك جالس خليك معاه واجلس عادي تكلم دمك حقيق خير دمك حقيق النقاهة كما نعرفها هي فترة استراحة المريض الذي برئ من مرضه وما زال يحتاج إلى الراحة ما نراه في هذا المستشفى بعيد كل البعد عن هذا المعنى موقع المستشفى في حي يكتض بالشاحنات والمصانع الرعاية الصحية سيئة التغذية غير مناسبة النقاهة بجنب الرياض والله والله ما يسمع ما يسمعنا أبدا وزاخة في الزبالة هدمه تمام معدجيها خدمات ضحك والله ما في خدمات والله ما في خدمات والله ما عليش سيئة ما داني بساعة سعدي في غرفة تأكل أكلي إذا اللي عندنا مرافق مش موجود والله رقدنا الأكل والله هذه اللي وزير صحة أقول تخيل والديك هتخليه ترامتنا تعبنا والله والله تعبنا فوق أمراضنا فوق إصاباتنا فوق اللي فينا مهانين بعد أقول لأخوي معاني وزير تكفع أخوي تاج راسي أسخلنا لبقى سيارة لدي إمكانية والله ما أخذها والله أقول طلبات بس تكفع أعطنا حق أعطنا حق معالي وزير الشؤون الاجتماعية ومعالي وزير الصحة ألا يستحق أن يكون هذا الملف ضمن الأولويات في حقائبكم الوزارية؟ شكرا للزملاء على هذا التقرير لمناقش هذا الموضوع أعزونا نرحب بالدكتور عبدالله خراشي والمدير التنفيذي لجمعية حركة سابقا ومن سجلاتنا في جدة السيدة هيفاء أثمالي وهي ناشطة اجتماعية ووالدة أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة طبعا نحب أن نوى أن نحن نكلم من وزارة الصحة مثلا في الدكتور خالد مرغلان المتحدث باسمها وأحالنا إلى سعد القحطاني وهو أيضا ودير مسؤول في الصحة في منطقة الرياض كان في موعد مفروضة العم معنا في النهاية اختفوا في ظروف غامضة وللأسف أنا أعتقد أن وزارة الصحة صار هذا منهجم معنا في الفترات الأخيرة أنا أقول مع الوزير الجديد حاولوا أيضا أنتم تتجددون وأنه إذا أنتم ما تبغون تطلعون من الأساس قلوا ما نبغى نطلع أو حيلون على أحد عنده الشجاعة أنه يظهر أما فكرة أنه هذا التسويف لأنه يجي الحلقة وفي النهاية ما في نتيجة ثم بعد ذلك تعتبون تقولون ما أخذنا رأيكم هذا شيء يعني غير مهني الحقيقة دكتور عبدالله شكرا لحضورك كيف تقيم الوضع في مستشفى نقاح يعني من خلال خبرتك ومن خلال ما تسمع ومن خلال التقرير بسم الله الرحيم ندخل في الموضوع مباشر لأن الوقت الآن لا يسمح بأي مقدمات لكن قطعا أن الوضع سيء وهذا ليس فقط يعني كنتيرة الحكم على التقرير هذا الانطباع الموجود وطرح كثيرا الحقيقة ضمن منظومة الأشياء السيئة اللي نحن ننتظر منها يعني على الأقل يكون هناك ردة فعل إنسانية إن لم يكن ردة فعل إجراءات إدارية يعني مستشفى في موقع سيء خدمات سيئة رعاية سيئة أصوات الحقيقة يعني تنادي بالتغيير وتنادي بالإصلاح وتنادي وتنادي لكن الحقيقة تذهب أدراج الرياح مستشفى النقاها تحديدا أصبح مزار وللأسف الشديد يعني أنا تابع بين الفينة الأخرى ما يدور في مستشفى النزاهة الناس يزورونه عشان يستعرون صدور المرضى ليأخذ العبرة والعظى لكن أين الزيارة الحقيقية لتقييم وضع هذا المستشفى ومن ثم اتخاذ قرار بمسعه بالأرض ونقله إلى مكان لائع التحولات السكانية التطور العمراني تطور مستوى الخدمات يعني شيء طبيعي حركة ديناميكية في أي مجتمع لكن هذا المستشفى تحديدا له مستشفى النقاخة الذي أصبح مزار ومركز للعبرة والعظة وهو إلى أخير لا زال قابعا في مكانه وهذا مؤشر لنظرة المسؤول للشريحة التي تقبع في هذا المكان كما هو الحال لنظرة ذات المسؤول والمسؤول الثاني أيضا لشريحة ذوي الإعاقة الذين يعني يقبعون في دور التأهيل الاجتماعي هذه الشريحة تعاني الأمرين من الناحية الصحية وهي معاناة ناس يعني مقعدين من الناحية النفسية لشعورهم بهذا الضغط وهم في بلد فاضت خيراته على البلدان الأخرى ولا زالوا يشعرون أنهم في ذيل اهتمام المسؤول الناحية الاجتماعية الناحية الصحية يعني ماذا قدم في حقيقة ماذا قدم لا يجيني واحد يقول لي يا أخي أنت تنظر إلى الكأس الجانب الفارق في الكأس يا أخي أن ننظر إلى بشر ننظر بالتقرير يتحدث عن بشر ونحن ننظر إلى بشر ونتعامل مع بشر ونستمع إلى صيحات بشر ونحن نقول لكم تحركوا يا بشر أنا لا أريد أن أقصو أنا من هذا المكان أخوي علي طالبت بإقالة وزير الشؤون الاجتماعية وأقيد ونقول عسى الله يطرح البركة في القادم الأستاذ سليمان الحميد رجل جاد نتوقع أنه رجل جاد ونتمنى أن يضرب بيد من حديد على كل جوانب الفساد في وزارته لأنه معنية بهذه الشريحة وزير الصحة يا محمد آلها يا زع الله يخليك أنت الآن مقبل على مرحلة جديدة أنت قلت وصرحت وسائل إعلام أن الملك قال لك شخصيا كل ما تحتاجونه مجاب يا وزارة الصحة يا أخي قابل الملك قلت يا خادم الحرامين الشريحين قلت لي كذا هذه مطالبي أرجوك أن تفي بوعدك لي هذه معاناتي والله والله إن الملك لو أطبع على حقيقة هذا الوضع الذي يجري في مستشفى النقاها وفي دور التأهيل أقسم بالله لا يستشيط غضبا والله ما ينام في الليل لكنه تحجب الرؤية عنه ولا يستطيع هو اعتمد على ناس تنفيذيين أتى بهم هو يقول أنا خادم أنا خادم الشعب بيضوا هذه عبارته بيضوا وجهه أنا عند المواطن إذا لم تبيضوا وجهكم أنتم لم تنفذوا وصيتهم أنتم تنفيذيون أنتم أدواتهم يا أخي علي هؤلاء الذين يقبعون في مستشفى النقاها بشر أقسم بالله أن الحيوانات تحاسب على ضعف الرعاية فما بالك بهؤلاء لا يسلمون يا أخ علي إلى عماله نعم سأعود لك لكن خالنا نروح للحالة يعني الأستاذ هيفة الثمال الناشطة التسماعية وعندها أحد أبنائها من ذوي أهل عاقة يعني من نفس الشريحة أستاذ هيفة هل الواقع فعلا يعني مزري لهذا الحد ومخزي للأسف للأسف أستاذ معاناة شديدة صراحة يعني ما في احتوال المجتمع المجتمع ما بيحتوي ذوي الاحتجات الخاصة في المملكة رغم أن الدولة يعني أدتهم كل حقوقهم يعني الدولة أقرت بحقوقهم لكن فيه تأخير يعني ما في رعاية صحية ما في رعاية مجتمعية أنا مثلا عندك ولدي إعاقته تعتبر بسيطة جدا باحتويه في البيت وأهل البيت بيحتووا لكن من يطلع بره في الشارع بين صدم ما في رعاية ما في لهم منتزهات خاصة فيهم ما في مراكز اجتماعية ما في رعاية صحية خاصة بهم ما في كل شيء معدوم طب هل المسألة مرتبة؟ أنا بدأت يعني أحتم بها هل المسألة مرتبة؟ بهذه الشريحة لسبب واحد تفضلي تفضلي السبب هذا يشوي أنه أنا بشوف معاناة ولدي ومعاناة ولدي بسيطة ما بالك بالمجتمع المجتمع مليان لكن هل المشكلة تقع؟ والكل يبحث عن حل وما يلاقي لا لا بس هل من يتحمل المسئلية في هذا الجانب؟ هل هي وزارة الشنجمعية فقط أم وزارة الصحة فقط وزارة الشؤون الاجتماعية وزارة الصحة وزارة التعليم عدة جهات حكومية كلها مسؤولة عن هذه الشريحة طيب دكتور أنت من خلال تجربتكم وين المشكلة بالضبط؟ هل فيه تعند من الوزراء؟ هل ليس من ضمن الأولويات؟ على فكرة نتكلم عن الوزير وكأن الوزير هو يملك العصر السحرية للتغيير أنا يعني حينما يعني يرغب الوزير في الإصلاح يجب أن يلتفت إلى الأذرع التي يتحرك من خلاله الوزير تحته وكلاء وزاراء وكلاء وكلاء مساعدين ودراء عموم بعض الوزارات تحتاج إلى خلخلة وتحتاج إلى عقول يعني مفكرة العقول المتكلسة التي هي السبب في الحالة التي وصلت لي وهي السبب التي أدت إلى تغيير هذا الوزير والإيطاء بوزير آخر وعلى أخير هي لا زالت قابعة في الوزارات لا زالت فيها المحركة لا زالت هي الموجهة التغيير يجب أن يكون تغيير يعني جذري ثوري داخل الوزارة يجب إحداث يعني ضجة أنا أعطيك نموذج ديوان نظام ديوان الخدمة المدنية في نظام الترقيات لا يهم من يترقى على المرتبة وبالتالي يمكن أن يرقى إلى مرتبة في قضية حساسة شخص غير متخصص وغير مؤهل في وزارة الشيول الاجتماعية يرق على مرتبة الرعاية الاجتماعية شخص لا علاقة له بالرعاية الاجتماعية وهو يقول هذا يقول وردتوني لكن دوري الآن في الترقي على الرابع عشر أنت شخص قيادي ستؤثر على الإدارات الأخرى لا بد يكون لك رؤية لا بد يكون لك أهداف يكون عندك طموح فليست القضية قضية توزيع مناصب ومجاملات وتبادل مصالح القضية كما صرح أحد الوزارة أظن الحميد يقول إذا أنا لم أكن قادرا فسأقدم استقالتي هذه ستحسب عليه هذه الكلمة إذا لم يحدث يا أستاذ سليمان الحميد تغيير فأنت ستحاسب يا محمد قالها يا أزح إذا لم نجد هناك تغيير بيجيك على العليان وبيستطيف واحد هنا ويقول لك تعال مضى على وزارتك كذا وكذا وكذا عطني كشف إنجازاتك في الإشكالية صح الوزير ليه دور ولو أثار وتبتقولوني الربيعة وغير وغير يعني هذا الصحيح لكن ليس على إطلاق بعض الأجسام مترهلة يعني هو أنا متأكد أنه أحدث حراك داخل هذه النزارة حرك الأشخاص وضع الشخص المناسب فيما كان المناسب استقطب ناس يعني قيادات جيدة قيادات مؤثرة أوجد مجموعة من المستشارين المخلصين لأنه فيه مستشارين غير مخلصين منتفعين لم يعني يأخذ بعد المصلحة والقرابة والعلاقات الاجتماعية وإحضار فلان في جالسة بلوت أو لا يعني أصبحت قضيته هم طيب خليني أسأل السيدة هيفة بس لك أخيرا أشبرز مطالبكم أنتو كأولياء أمور ذوي الاحتهادات الخاصة أبرز يعني أهم معاناتكم وأهم المطالب عندك مثلا الخدمات الصحية جدا مهمة لذوي الاحتهادات الخاصة مراكز الأسنان في جميع أنحاء المملكة يعني المواعيدها جدا طويلة ما في تخصيص لذوي الاحتهادات الخاصة ما لهم مراكز متخصصة يعني بيسووهم بالأصحة ممكن يجلسوا بالسنين وفي ناس ما عندهم مقدرة مادية عشان يعني يذهبوا للمستشفيات الخاصة عندك مثلا التمكين الاجتماعي كيف نقدر ندمجهم في المجتمع إذا ما كان فيه خدمات من المجتمع نفسه خلق أتقارن بأنتك أليب يعني هو ملف كبير بصراحة طبعا هذه بغلها لا أنا ولدي عاقته يا أستاذ علي أنا ولدي عاقته يعني اعتبر من الفئة الحدية يمين للطبيعي أكثر من العاقة الذهنية بسيطة لكن بدأت تطور للأسوأ لأن المجتمع ما بيحتويه صحيح أشكرك أستاذ بيطلع الشارع ما بيلاقي أحد يساعده نعم أشكرك أستاذ هيفا ثمال ناشطة التمعية والد أحد الأشخاص من ذوي العاقة أتمنى له الشفاء إن شاء الله وأن يدمج في المجتمع بشكل صحيح وهذا يعني دور أكثر من جهة شكرا لك دكتور عبدالخراشي على محبتك للوطن والوسطى وعلى الشفافيتك وهذا منبر منبرك ومنبر من يمثلونه على نفس النهج اليوم وزارة الصحة ووزارة الشمال التمعية على المحك في هذا الملف وفي ملفات كثيرة راح نفتحها أيضا في المستقبل لا تتعمم يا أستاذ علي يعني لا تقصر على وزارة الصحة ولا على وزارة الشهور الاجتماعية أنا مثل وزارة الإسكان هل أخذت في الاعتبار تهيئة مساكل بدول لا لا وزارة الإسكان ما حلت إلى صحة خلق لا 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 يعني شوف الحديث في موضوع وزارة الإسكان في فترة حالية مضيعة للوقت والوزير يعتقد أنه يعلم ذلك فاصل ونعود لكم بعد قليل في ملفنا آخر شكرا لك اشتركوا في القناة